فيهم دقة الوجه كله في دقة يعني ما فيك تغلط فيه ده وجه بني آدم موسيقى يا سعد لوقاتكم شبابة وصبايا و اهلا و سهلا فيكم في فيديو جديد اه بعتذر منكم عم متأخر عليكم كتير بالفيديوهات بس والله شوية مشاغل ومود صراحة اصلا المود مكان زابط متصعب علي ان تساوي فيديو او اشرح او اي شي فكلمال هاكي كلمال هاكي هاكي الاسباب اللي عم متأخر فيها طيب اليوم موضوعنا بدنا نحكي فيه هو عن بورتريت بورتريت تاتو او الصورة الشخصية التاتو اه كيف تنعمل كيف تتساوي شو الخطوات شو القبر واللوكيشن ومتن حط افضل مطاريح اه طبعه هاي الصورة طيب اول شي بتكون تعتمدوا علي هو انه اهم شي يكون فيه برنتر ويكون فيه كمبيوتر هاي دول اهم خطواتي يعني فيه ناس بتحكينا او قاد بسينا كيف تنساوي الصورة او قدنا نطبع الصورة اهم شي يكون فيه برنتر ويكون فيه برنتر عادي يعني ما مش شرط برنتر كبير او برنتر برنتر عادي مهم تقدر تطبع لها الصورة وكمبيوتر عادي الصور منهم فينا نجيب الصور التاتوية فيك تجيبوه من الجوجل فيك تجيبوه من البنترست فيك تصمموهن انت اذا بتعرف الفوتو شوك وهيكي قبل ما نبلش بعيشي هيطلع الانستاجرام اكاونت تبعي بحبي يتابعينا على الانستاجرام اهلا و سهلا فيه بحط على ستوري اياتي ويومي اياتي وكل شي بخصه بالتاتوو بتليقوه على الانستاجرام طيب عنا هاي دي الصورة مثل ما شايفين هلا ابقرب الكاميرا وبشرح فيها اكتر هنحكي اول شي بهاي دي الصورة مثلا مش شرط هيدا الصورة حيالي بورتري او حيالي وجه اللوكيشن تبعيتو يعني مطرح ما بده تندقتوه هيدا الشي كتير مهم بجسمنا فيه طعجات وبجسمنا فيه مطارح جالسة مثلا اذا انا مثلا بده حط صورة وجه حدا بمطرح صدري مثلا اوكي حيجي نقول مثلا الوج هون وتطلع شوية لهون هون فيه طعجة يمكن يكون فيه طعجات خفاق ما تشوفهن انت بالنظر بس هيدا القصة بتعملك مشاكل لان انت عم تدق وجه الوجه اذا اجا فيه طعجة خفيفة انتزع الوجه نهائيا صار كتير غلط اما مطارح تاني مثلا الظهر لانقول الظهر الظهر هون ورا فيه مثل هاي البارنتان الحاوضان ما باعث بلولون هون مثلا اذا حطيت يعني فيه مثل خفزة نقول مثلا حطيت الوجه لصورة البورتريا وانا بده اجددقه بهذا الخفزة هون ممكن الوجه يطعج عرفتو كيف ممكن الوجه يطعج بصير هون فيه مشاكل وبيصير فيه اغلاط بالوجه ما باعث حاله ابدا فهمتو كيف عليا خلونا نقرب هلا الكاميرا وبشرح لكم شو القبر والاستخدامات اللي بتعوزوها كرمال اا تعمل البورتريا كتير مهمة الخطوة انكن تعرفوا شو بدنا نشتغل اوكي عنا هون هيدا البورتريا انا حوالي تنقي هيدا البورتريا او هيدا الصورة الشخصية لهيدا الصبية يكون مبين فيها كل الديتيلز وكل التفاصيل اهم خطوة انك تعملها انك تقلب الصورة ابيض واسود مثلا نقول انت مصور صورة كلها الوان لا اقلبها ابيض واسود كرمال التفاصيل والسواد بالوجه يبينو يعني اي تفاصيل تحت العان هيدا كلهم يظهروا عرفتو كيف من اصعب خطوات هيدا دول التاتو هن شغلتان هن الشعر ان كان شاب او ان كان بنت هن الشعر هيدول فيهم دقة وهن السنان اوكي اول خطوة اهم خطوة لنحكي مسلا عم نحكي بدك الدقة يعني بدك الدقة للتاتو هلأ برجع بيحكي خلونا نبلش مرحلة الكز قبل بس لما بدك تجد كزة ما بأسر شد هوني خود الاوتلاين طبعك طبع الوجه خدوا الاوتلاين هيك هوني بتلاقوا في متل سواد خلينا ناخد الفورم طبع الوجه اول شي ماشي بس كرمال نعرف شو عم نشتغل يعني هون طبعا هاك مش هيكي بنحطه عداء بس هوني بناخد الفورم هوني بقى عنا الخيالات شايفين هيدا الخيال اللي هون الاسود واللي هوني هيدا كله بدو ينحط طيب مسلا عندي انا هيدا دوارة السوداء هوني وهوني عندي بياض هوني بعمل هاكي انا صراحة باعتمد بيشتغلها نظريا ما بيشتغلها بهايدا الطريقة بس اكيد بحط لما بدي ساوية بس كرمال زبون او انا كرمال اعرف وهم بدو نحط الهايدا وهم بدو نحط الشادو وصورة تاني هي ازا تا بتكون حدي موجودة وصورة ملونة كمان بتكون موجودة حدي انا وعن بشتغل بالتاتو. اوكي. طيب الشغلات اول شي صورة هي استخدام فيها كتير قليل. بتستخدم ممكن اكتر شي بالشعر. وببقبق العين. وبلح واجب. اوكي. هوني مسلا عنا هيدا السواد. او فيك انت تاخد السواد وفيك تاخد البياض. مسلا نقول اخدت البياض هالبيض هوني. بنرجع بنقول اخدت البياض هوني شوي. هيدا شايفينهم اللي خفيف بتقولوا. مسلا بتقولوا بلاهم ما ما في قلهم نلزوم ما هيقدموا ياخروا. لا. بالبرترات بقدموا باخروا كتير. بالبرترات بقدموا باخروا كتير. يعني شايفين هيدولة مسلا تقولوا يمكن مقرر معازلة شو حطن? لا بدك تحطن. هيدولة اجبارين حطو. مشفاف مسلا. مشفاف طبعا بس بدك تشتغلهم. عم نحكي دق. اوكي? ما عم نحكي انه ما عم نحكي عم نحكي ازا بدك انا اكيد هتاخد الاوتلاين. وتساوي. طيب. هاجيكم على المرحلة الصعبة. اللي هي السنان. ازا بتلاحظوا هون من جوات السنان في سواد. هيدا السواد طبعا بتلونوه. انتو عم تكزوها هيكي. متل ما عم بساوي انا. ابدا ما بتدقروا السنان. هلا ما بتدقروا السنان. سواينا السواد. هيدا السواد بتعبوه بالاوتلاين. بتعبوه بتتركوا السنان. ما بتدقرون هلا. انتو عم بتطلعوا هيدا الطلعة بس. بترجعوا. بتطلعوا هيدا الطلعة بس. بترجعوا هيدا الطلعة بس. بتكون حد كن طبعا قبات الحبر. لهني لفل وان وتو وثري وفور وفايف. اوكي. هوني عنا اسود كتير. هوني عنا اسود اخاف. هوني عنا اخاف. هوني عنا اخاف. هوني عنا اخاف. هوني عنا كتير خفيف. هيدا مرحلة كتير خفيف من بعد ما تساوي هوني السواد اللي بقى قلب التم من جوه. بتفضل المكنة بتفضل الحبر من المكنة بالاسود. بتفضل الحبر الاسود على الاخر. وبتستعمل رقم خمسة او رقم اربعة. وبطلع من هون بالسنان طلعة خفيفة. تايبين شوي طلع هيك هيدول الفراغات اللي بين السنان. ابدا قوة وتعملوا مسلا السنان هيك. كتير بيطلع غلط للوجه. قوع السنان يكون الفراغات تابعوا لهم سود. هيك يعني السود قوعه. صارت التاتو كلها ياتا غلط. اما بتعملون هيك مثلا نقول هيدا الفتحة الخفيفة. هيدول الفتحات اللي بين سنان. ما فيه يساويون هلأ بالقلم كتير. هيك يعني انجق عم يطلعوا. هيدول بيزهروا لكم اخر شي بس التاتو تخلص النقطات تاتو عندي تمام. طيب هيدا السواد طبعا متل ما لنا كله شايد بتنعرف شو عنا شغل. النمش لازم تحطه هيدا النمش. نقطة الوج شامية هون بدك تحطها هيدول كل التفاصيل لازم ينحطوا. هون بالشفاف هيدولة بتشوفوا هيدولة المسلا متل الزياح هيدول بتستخدمهم بابرة رفعة. خمس او او بتساويهم هيك. وبتستخدم رقم ثلاثة او رقم اربعة. كرمال تعملهم. متل ما عم بعمل هلأ انا بالقلم بتعملوها بال آآ بالمكناة القبرة. اه. هون. طبعا بدي لواء ما فيك تشتغله انت ما مستعجل. هيدي الدوائرة اللي هون هيدي كتير مهمة انك تحطها. هادول قصص كتير مهمين انك تساويهم لكرمي. بالاخر هاي KIWG يعني المنو قده مايشتغله المن ا عايب. لا في ناس مسلا ما بتاعفة على الا في ناس ما بتاعف تشتغل الا في ناس ما بتاعرف تشتغل الا في ناس ما بتاعفة على في ناس ما بتاعفي اشتغل الا كلمات. ما انو شي عايب يعني عرفتو كيف? هون هدول اللي هواجب. هاكي. بتكون تعملون اول شي شعره شعره. كل الشعر اللي شايفينه طالع بتكون تعملوه وتدقوه. ومطرح بقى السواب بتكون تساوده. بتكون تساوي السواب. تمشوا مع هذا. مع الشعر هو من اصعب المراحل. استخدامه مكانات شايدينج. واستخدامه مكانات كتير. يعني فيك تستخدم سبعة فيك تستخدم خمسة حاولوا اشتغلوهم بالخمسة هو الشعر هيدا من اصعب شي بالبورتريت. ماشي شو بعد عنا? هيدولي الشعر هيدا الرفيعة هيدولي القصص الرفيعة الدقيقة هيدول كله لازم ينحط. فكرمال هيك سعرك خده. وحقك خده ازا قادر تجيبها عشرة على عشرة. اوكي. عشرة على عشرة ازا قادر تجيبها لهالرسمة بتاخد حقك. ماشي? هون مسلا شايفين هون بتلاقوا السواد خفيف. وهون السواد دقوة. هون بنستخدم لفل تو من الاسود. او لفل ثري من الاسود. لفل ثري من عيدها شي ثلاث مرات. وهون بنستخدم طبعا هاي دي اسود. هاي اسود كلها فائع هاي. ما فينا نجي نعمل فيها شي. فمنستخدم لفل تو هوني. من عيدها مرة اتنين تلاتة اربعة. تاخد السواد المثل بالصورة. اما اللي حد منستخدم رقم ثلاثة. من عيدها يمكن مرة او اتنين او ثلاثة بس. تاخد لفل يكونوا مناسقين. الاضاءة اهم شي هيدا الاضاءة اللي بالوجه هون هاي دي كتير مهمة. العيون بقى هون خطرين متلهم متل السنان. يعني بس لما بدأتش تشتغل العيون بتقطع نفسك بتقطع نفس الزبون. تاخد شايفين هاي دا الدويرة اللي هون خفيفة بتعملها هيك قبل على الكز. بترجع بتاخد العيون. بتسود هون شوي. في هون فتحتان مش فتحتان هيدولة متل الدمع او شي هيك. ترجع هون بتاخد هون بدك تعرف تحت انه شادك خفيف منه متل فوق. ما فيك تسود تحت. هون ما فيك تشتغل اسود ابدا ما فيك تشتغل بماكنة ابدا. اه بدك تشتغل هون بالشاد او بدك تشتغل بالاوتلاين لازم تكون سبعة ار ال. وبتستخدمها برقم خمسة كرمال تاخد الشي دي الخفيف. بترجع بتاخد العين دويرة العين البقبق. اه بتاخد هاي دي البياض بتاخد هاي دي السواد اللي هوني. عندك هون كتير سواد وعندك هون بصير اخف. السواد ما فيك تعمل مسلا بقبق العين هوني. هال. سوري. هاي البقبق. وما فيك تعمل. ما فيك تعمل هيدا بنفس اللون. هاد دويرة ما فيك تعملها بنفس اللون لان بصير البقبق الاسود. بصير نفس اللون اللي هيدا. بدك تصير تعمله. اخف. يعني بدك تقول بس مش اخفي كتير حسب اللون اللي هان اكيد اللي عندك. اخف لدرجة التلاتة. ماشي. الشيد هيدا كله لازم تحطه اللي هون. آآ هيدا كتير مهمة. لمناخير صعبين شوي بس. مش صعبين يعني بس انه كمان فيهم دقة. الوج كله في دقة يعني ما فيك تغلط فيها دا وج ووج بني ادم. آآ لمناخير كمان ما بتستخدم اوتلاين ابدا. كل شغلك شايدينج. بتاخد هيدا الدويرة. بتفصلها عن هيدا بتعرف انه هون عندك آآ هون بقى انت بترسم هاي دي وبترسم هاي دي وبترسم هاي وهاي وبتترك الباقي معروف انه هيدا. الباقي المنخر. الباقي المنخر كيف تاخده? هون كله بتعمل هيدا الدويرة اللي هون هي البياد. بترجع هوني عندنا هوني شايد. منخارك ما بيبين ازا ما عملت الشايد هوني. عارفتو كيف? هوني شايدك بديو يكون قوي. متل عم نحكي على هالصورة. بدك تشد شايدك الاسود. ايه وبس. بس انطبهوا كتير بالبورتري لان الغلط فيها ممنوع. حسنا حبيب. وولاهم وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم مستفدتم منه. ما حبي اتطول عليكم الشرح لان صراحة في ناس عم تضايا اني عم تطول الفيديوهات كتير. فالفيديو طيع شوية طويل لان الشرح هذا كتير مهم للوجه. وبس وولاهم وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم مستفدتم منه. عنده اسئلة اي شي يسألني بالتعليقات وبشوفكم ان شاء الله بكرا فيديو جديد. ويلا واي باي. اشتركوا في القناة